هذا وتتميز العلاقات المصرية الفرنسية بالقوة والمتانة وشهدت منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة هائلة وكبيرة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية وتشهد العلاقات بين البلدين الصديقين حالة زخم بدأت منذ زيارة الرئيس السيسي لباريس في شهر ديسمبر 2020 أعقبتها زيارة أخرى في مايو الماضي بالإضافة إلى التواصل المستمر والدائم بين الرئيسين السيسي وإمانوال مكرا والتنسيق المشترك في الملفات المختلفة تظل العلاقات المصرية الفرنسية رسخة وتاريخية وتتمتع بخصوصية شديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق المستمر وتشهد العلاقات المصرية الفرنسية تقاربا ملحوظا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية حيث تعددت الزيارات على المستويات كافة بين مسؤول البلدين عكست جميعها تقاربا في وجهات النظر إزاء القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وكذلك رغبة البلدين في تقوية شراكتهما في المجالات الاقتصادية والعسكرية والثقافية ومع تلاقي وجهات النظر أخذت الدولتين مواقف متقاربة على المستويين الإقليمي والدولي في عدد من الملفات لعل من أهمها محاربة الإرهاب حيث سعى البلدان منذ ثورة الثلاثين من يونيو إلى خلق تعبئة دولية من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والعالمي كما تتصدر الحوار السياسي بين البلدين القضايا الإقليمية كعملية السلام في الشرق الأوسط والوضع في ليبيا وسوريا إضافة إلى أفريقيا حيث تعد مصر شريكا أساسيا في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وبالنظر إلى هذا التعاون الواسع بين مصر وفرنسا على مختلف الأصعدة يبقى التشاور والتنسيق الدائم بين البلدين الصديقين في مختلف المحافل الدولية أمرا بالغة الأهمية يسهم في تحقيق الكثير إقليميا ودوليا نظرا للثقل الذي تتمتع به الدولتان بما يحقق مصالح الطرفين ويسهم في إرساء قواعد السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم أجمع هي إذن روابط قوية تقوم على أسس تاريخية وحضرية وثقافية حافظت عليها العلاقات المتميزة في العصر الحديث على جميع المستويات وكذلك في مختلف المجالات